قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان استدامة وقدرة الدولة على تحمل الأعباء في الإطار الذي تستطيع أن تستوعبه وتتحمله وأنه عندما يحدث تمرير لبعض الزيادات أو جزء من الزيادات على المواطن بالتأكيد لا يكون هناك سوى التحرك لضمان استدامة تقديم الخدمات نحاول بقدر الإمكان نضمن استدامة وقدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء ولكن في الإطار الذي نستطيع أن نستوعبه ونتحمله وبالتالي عندما يحدث تمرير لبعض الزيادات أو جزء من الزيادات على المواطن بالتأكيد لا نكون سعداء بهذا الموضوع ولكن لا يوجد أن يكون خيارات أو بدائل غير أن نتحرك لأن نضمن استدامة تقديم الخدمات وتاني ما أقول لحضراتكم عندما أخذنا القرار أننا لا نقطع الكهرباء آخر نحن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا 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 لازم حضراتكم نبقى وأنا قلتها قبل كده نحن نتحدث في متوسط من 300 إلى 350 مليون دولار شهريا في ضوء الزيادات التي تحدث في الكهرباء نتيجة لنمو الدولة وإحتياجات وطبيعة الاستهلاك بهذا الشكل هذا رقم ليس قليل ترجمة نانسي قنقر